قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إذا ما دخلنا في موضوع الحرب والقتال فتعتبر هذه الآية كما ينص المفسرون على أنها من المحكمات والقواعد والقوانين الثابتة في الدين الإسلامي وهي شرعت القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى أن يكون القتال من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى لا أن يكون لداعي الحيمنة أو التوسعة أو السلطة أو إغفاء مطالب ومآرب شخصية ومنافع خاصة إذا ما رجعنا إلى كتاب فقه الجهاد للشيخ أبي عبد الله المهاجر هو كاتب من منظرية حركات التكفيرية دار النهضة داعش حينما يأتي في صفحة 189 يعنون يقول مشروعية رمي الكفار الحربيين بكل ما يمكن من السلاح وإن اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين هذا يجيز قتل الكفار حتى وإن كان معهم مسلمون إذا ما دخلنا في كيفية تبرير ذلك بماذا يبرر هذا الفعل يقول ونضيف هنا أن هذه المشروعية مقررة وإن أفضى ذلك إلى قتل عدد من المسلمين ممن يقدر وجودهم حال القتال لسبب أو لآخر ضرورة عدم إمكان تجنبهم والتمييز بينهم لأنه إن قلنا بأنه لا يجوز قتل هؤلاء المسلمين وهي إن لم نقاتل ذلك يؤدي إلى مفسدة تعطل الجهة جعلوا من القواعد الأساسية يعني الحاكمة على مفاهيمهم على قوانيمهم على فهمهم الذي يريدون أن يسقطوه مسألة القتال لا بد من وجود قتال بعي نحو كان نعم إن قلنا إن لم نقتل المسلمين الذين مع الكفار فضلا عن نساء وأطفال الكفار فهذا يؤدي إلى ماذا وقف القتال وقف الجهات والله سبحانه وتعالى أمر بالجهات بهذا الفهم الخاطئ بهذا التصور المغلوط عن فهم الآيات القرآنية وفهم الأحاديث النبوية يريد أن يبلور رؤية دينية تكون هي الفيصل والمرجع في فهم القرآن الكريم وفي فهم آيات الكتاب الكريم مع أن الله سبحانه وتعالى واضح وصريح يقول قاتلوا في سبيل الله إن القتال هو قلنا لأجل إعلاء كلمة الله الذين يقاتلونكم نعم ولا تعتدوا